اهلا بكم في حصة معاربية في ليبيا تتزاحم الأسئلة وتتصارع الإجابات ويبقى الترقب سيد الموقف لما ستأول إليه المبادرات والمسارات المطروحة للخروج من الأزمة الحالية ففي العاصمة المصرية القاهرة يترقب الليبيون نتائج مشاورات لجنة المسار الدستوري التي أوشكت على الانتهاء على أمل التوصل إلى صيغة بالنصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلماني ياتي هذا فيما أثار الدخول الخاطف لرئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتح باشغة إلى العاصمة طرابلس تساؤلات عن تداعية هذه الخطوة على مسار الصراع مع رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبد الحميد البيبا بعد الظهور الخاطف لرئيس الحكومة الليبي المكلف فتح باشغة في طرابلس الثلاثاء الماضي بدأ الليبيون يبحثون عن مخرج بعد العودة إلى عهد دولة بحكومتين ومع هذا الواقع قام البعض بإعادة حساباته وموقف رئيس ما يسمى المجلس الأعلى للدولة خالد المشر الأخير يشي بأن الرجل لا يريد أن يضع كل بيضه في سلة واحدة على عكس توجهه في ظل حكومة فيزا الصراج على مدار سنوات التي دعمها إلى آخر يوم الكثير تغير ما بين فترة الصراج وعبد الحميد البيبا أو فتح باشغة وعلى رأسها المتغيرات الإقليمية والدولية وربما الأولى تلقي بظلالها حاليا على الملف الليبي لا سيما مع سعي تركيا إلى فتح صفحة جديدة مع الدول العربية ولعل هذا ما تلقفه خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة اختار أن يقف على مسافة من طرفي الصراع ففي الوقت الذي نصح فيه باشغة بتقديم استقالته دعى عبد الحميد البيبا إلى قبول التغيير متهما الحكومتين بالسعي إلى الإبقاء على الأمر الواقع رغم رفع حكومة البيبا شعر إجراء السريع للانتخابات لاقتصار نفوذها على طرابلس وبعض المدن وفق تعبيره المشري يرى أن الحل المتبقي للليبيين هو التوافق على قاعدة دستورية وحكومة مصغرة مهمتها الوحيدة إجراء الانتخابات وهذا ما تسعى إليه محادثات القاهرة بين كل من البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة برعاية الأمم المتحدة في جولتها الثانية المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز دعت أعضاء ألجات المجلسين إلى تحمل ما وصفته بمسؤوليتهم التاريخية باحترام إرادة الشعب الليبي ورغبته في انتخاب ممثله في مؤسسات الدولة مبدية رفضها التطرق إلى خطة بديلة فهل تكون اجتماعات القاهرة فرصة الليبيين الأخيرة أم تجهد أو تفرغ من مضمونها كصابقاتها ولمزيد من المناقشة حول هذا الموضوع ينضم إلينا ضيفانا من بنغازي في ليبيا دكتور حسين الشارف أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة بنغازي ومن تونس العاصمة السيد عز الدين عقيل الكاتب والباحث السياسي الليبي أبدأ معك دكتور حسين أما وقد آلت الأزمة إلى ما آلت إليه وتعددت المسارات ووصلنا إلى هذه النقطة يزداد التساؤل في هذه المرحلة عن السيناريوهات المتوقعة لحل الأزمة الليبية نعم بداية المساء الخير عليك وعلى كل أستاذ المشاهدين الكرام وعلى أستاذنا الفاضل الكبير السيد عز الدين عقيل نعم سيدي نحن هنا في ليبيا المشكلة الآن ليس بمشكل سياسي كما تصوق له البحثة الأممية بقدر ما هو مشكل أمني حقيقي يعني ليبيا يعني تعج بفوض السلاح في عاصمة القرار السياسي والاقتصادي وشاهد كل العالم ما يحدث منذ عام 2011 إلى أن وصل رئيس ما يسمى بحكومة استقرار المنبثق من المجلس النوابي إلى طرابلس وكانت ليلة حامية الوطيس عندما يعني حصل الصدام المسلح في طرابلس المشكل في ليبيا من يعتقد أن هذا المشكل هو مشكل سياسي وأن البحثة الأممية ستجد حلاً لمشكل سياسي قائم في ليبيا هذا كلام يعني مغلوط وكلام عنها صحة مشكل في ليبيا بالدرجة الأولى هو مشكل أمني ومن يغذي هذا الصراع الأمني في ليبيا البحثة الأممية التي ترى كل ما يحدث وهي على دراية واقعية بما يحدث في ليبيا ولكن لا زالت تتجاهل هذا الملف الأمني ونحن دائماً نتعلم من تحليلات ضيفك الكريم أستاذنا الكريم سيد أزدين أن لا حل في ليبيا إلا بتجليس أمراء الحرب الموجودين في غرب البلاد والمصيدرين على عاصمة القرار السياسي والاقتصادي ومن ثم يتم ذهاب إلى عملية سياسية بيت الداء مجلس الأمن بيت الداء الأمم المتحدة أما الشعب الليبي لم يمارس حقه منذ عام 2014 صدر هذا الحق كان يطمح بأن تكون هناك انتخابات برلمانية ورئاسية من عطل هذه الانتخابات جماعة بعينها في ليبيا بحجة أنه لا يوجد هناك توافق على قاعدة دستورية بمباركة دولية وكذلك بمباركة أممية اجتماعات القاهرة لا ننتظر منها خير لأن السياسيون الفشل المسيدرون على المشهد السياسي إلى هذه اللحظة في ليبيا هؤلاء لا يرغبون في ترك مقاعدهم ولا يرغبون في ترك السلطة والأمم المتحدة عن طريق بعثتها الأممية في ليبيا تدير هذه القمامة السياسية في ليبيا تارة في تونس تارة في جنيف تارة في القائلة من أجل الشعار الكبير هو وضع حل لقاعدة دستورية أو مصر سياسي القادم ولكن كل مشاكلنا نعم أرجو أن تسمح لي الأذى بلا سيد عز سيد عز المشكل وبيت الداء كما تفضل دكتور حسين يكمن في المنظمة الأممية التي من وجهة نظره تعرقل الحل إلى أي مدى تتفق مع هذه الرؤية وفي من يقول منذ بداية الأزمة ربما بأن حل الأزمة الليبية يكمن في أيدي الليبيين تحياتي واحترامي لك أخي حسن والتحية والاحترام موصول مرحبا بكم صديقي الدكتور حسين الشارف وللسادة مشاهديكم الكرام طبعا مما لا شك في أنني أتفق بحد التطابق مع ما تفضل به الدكتور حسين هذا هو فعلا جوهر الأزمة وفعلا نحن الآن نتعرض إلى أخطر درجات ومستويات ممارسة النفاق الدولي حيال بلادنا وبالتالي لا أعتقد أنني حيال هذا السؤال لدي ما أضيف على ما قال أخي حسين إذا كان لديك سؤال آخر فأنا حاضر نعم يعني السؤال الآخر عن المسارات التي تدور حاليا سواء في تونس أو في القاهرة وأي هذه المسارات يمكن أن يحقق تقدما وحلحالة للأزمة شوفوا السادة حسن والحديث لأخي حسين والسادة المشاهدين ليس هناك اليوم إلا سيناريو واحد فقط وهذا السيناريو الواحد والوحيد أقول أنه الأوحد لأنه يمثل صميم المصلحة الاستراتيجية لواشنطن ولندن واشنطن ولندن يعتقدان بأنه قد حان الوقت للقيام بعملية غسيل هيمنة على وزن غسيل الأموال تمت شخصيات تدير مؤسسات كبرى على رأسها البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط باتوا فعلا فوط شديدة القدارة وتعتقد الولايات المتحدة الأمريكية أنها بحاجة ماسة لتغييرهم بوجوه أخرى هي ربما تكون حتى أقرب إلى قلبها ولكن هذا التغيير هو فعلا بالنسبة لها استراتيجي لأن حالة القرف والغضب الشديد الذي يشعر به الليبيون نتيجة لهذه الهيمنة الكبيرة والتدخل في أذق تفاصيل الدولة قد بات مزعجا بشكل كبير أيضا لدى الولايات المتحدة الأمريكية والإنجليز تقارير خطيرة من جهات استخباراتية عالية القيمة لجهة جمع المعلومات بأن تمت استنفارات عنفية وتمت انقسامات غاية في الخطورة ستحدث إذ لم يتحقق الليبيين انتخابات قبل نهاية هذا العام طبعا هل الانتخابات مفيدة أم ليست مفيدة أنا مع أخي حسين في أن المشكلة ليست سياسية ولا أعتقد أنها ستنتهي بانتخابات يعني اللي يجرب لم يجرب عقل لم يخرب إحنا درنا انتخابات للمؤتمر الوطني العام ودرنا انتخابات للبرلمان ودرنا انتخابات لجهة الستين فلم يأثي لنا ثلاثتهم إلا بالوبال المؤتمر الوطني العام هو الذي انقلب على المسار الانتخابي هو الذي أحدث فراغ كبير في الإدارة الاستراتيجية للدولة بقانون العزل السياسي هو الذي أشعل أول حرب أهلية في البلاد وهي حرب فجر ليبيا التي دمرت مطار بطائراته وقسمت البلاد وخلقت الازدواج الحكومي جيال برلمان تورط في الازدواج الحكومي تورط في التوازي المؤسسي زاد من التدخلات الأجنبية في البلاد لجنة الستين انتخبناها صنعت مسود الدستور ولكن هذه المسود الدستور بقت حبيسة الأدراج لأنه ليس هناك ما يكفي من قوة لهذه اللجنة لكي تفعل شيء أو تقوم بشيء لكن مع هذا الولايات المتحدة والروس والانجليز يظنوا في يدان الليبيين للمعنهار أن الانتخابات هي الحل كيف الانتخابات هي الحل الله أعلم يعني بالتالي أعتقد المسار اللي يماشي في القاهرة الآن أن يكون فيه انتخابات قاعدة دستورية تقوم على أساسها انتخابات أعتقد أن هذا هو اللي ماشي لماذا ماشي؟ لأنه ماشي زي ما قلت لكم على المصلحة الاستراتيجية لواشنطن واللندن العاصمتين اللتين تهيمنان على الليبيين حد وضعنا تحت جزمتي هتين الدولتين نعم الآن بعد أن تجري هذه الانتخابات اللي أعتقد أنها ستجري أنا في الخاتمة تجري إلى أي مدى ستكون الولايات المتحدة والإنجليز صادقين أنا أقول لك أن هذا في استراتيجي لهم هل تسمعوني؟ نعم أسمعك نعم نعم إلى أي مدى أنا على يقين من أن هذا في استراتيجي الولايات المتحدة زي ما قلت لك على الأقل لجهة غسيل الهيمنة ولكن هل ستكون فعلا الولايات المتحدة والإنجليز صادقين في إجراء هذه الانتخابات ولا حيديرونا زي المرة الماضية يتعاركوا هما والروس على السيف القدافي فيهشموا الانتخابات على روسنا على يتيحال طلع السفير الأمريكي قبل أيام في محطة ليبية وقال بكل وضوح بأن من هشم الانتخابات فوق رؤوس الليبيين هو نحن والروس بسبب ظهور سيف في الانتخابات وصف سيف وصف داعشي عندما قال ظهر وكأنه قنبلة في غرفة إلى أي مدى سيجدون سببا آخر بكي يهشموا الانتخابات الأخرى على روسنا هذا السؤال السؤال الثاني إلى أي مدى سيجعلون من مصير السلطة المنتخبة القادمة مصير مختلف عن السلطات المنتخبة اللي فاتت اللي هي حطوها تحت دروس الميليشيات يعني هنا أوكي انتخابات درناها درنا انتخابات سابق جبنا حكومة منتخبة برلمان منتخب مؤتمر وطني عام منتخب طيب هل مصير هذه المؤسسات السياسية الجديدة سيختلف ميليشيويا عن مصير المؤسسات السابقة يعني هذه الأسئلة يعني أطرحت عدد من الأسئلة سيد عز يعني اسمح لي أن نتوجه بها مرة أخرى إلى دكتور حسين وأسألك دكتور حسين عن الإرادة الأمريكية البريطانية كما تفضل سيد عز إلى أي مدى يمكن أن تكون أو يكون في مصلحتها إنجاح مفاوضات القاهرة وأن تخطو بالمسار خطوة للأمام سيد الكريم هي الإدارة الأمريكية يعني إلى يومنا هذا وفي تصريح يعني سمعناه عبر السفير الأمريكي لدى ليبيا أنهم هم من أفشلوا الانتخابات الماضية وبظهور سيف الإستامة القذافي مثل ما وصف أستاذنا سيد عز دين الدول الفاعلة الكبرى وبالتحديد مثل ما حددنا سيد عز دين ألا وهي في ملف الليبي في روسيا وكذلك بريطانيا وأمريكا لا تريد الاستقرار لهذا البلد شعارات الانتخابات وأن الشعب الليبي سينتقب وأن القاعدة الشعبية ستقوم باختيار ممثلين للسلطة السياسية الحاكمة القادمة ما مصير هذه السلطة مثل ما تفضل سيد عز دين هل سيكون مصيرها مثل مصير البرلمان تقبع تحت جزمة الأمريكان والإنجليز وأن يكون القرار السياسي أو القرار السيادي ليس بأيديهم وماذا سيكون مصير أمراء الحرب أو أمراء الميليشيات الذين يتحكمون في المصرف المركزي وكذلك يتحكمون في القرار السياسي في طرابلس العالم لا ينظر إلى بغازي أو الطبرق أو البيضاء أو اجدابيا أو سبها العالم ينظر إلى عاصمة ليبيا لا وهي طرابلس لأن هذه العاصمة هي من يشكل فيها القرار السياسي وكذلك القرار الاقتصادي الأمريكان وكذلك الدول الفاعلة في الملف الليبي لم تتفق على الحالة الليبية بعد لم تتفق على مصارحها بعد وانت تعرف جيدا أن ليبيا الآن هي على ملف طاولة المفاوضات بين الروس والأمريكان حول ما يدور في أوكرانيا من يعتقد أو يتواهم بأن الانتخابات هي الحل على ليبيا أو الشعب الليبي ينتظر هذه الانتخابات بفرغة سبها أنها ستغير من الحال السياسي أو ستغير من الحال الاقتصادي أو ستغير من وجود استقرار دائم لهذه البلد هذا الكلام قد يكون عاري على الصحة من وجهة نظري لأن المشكلة لازلت أكرر وأقول أن هناك ميليشيات وهناك أمراء حرب يأتمرون لدول أجنبية تم زراعتهم داخل ليبيا ويأتمرون بأوامرها نهيك عن ما تفضل به سيد عزين عقيل هناك مصدر قوة الليبيين المصرف الليبي المركزي وكذلك من وسط النفط هذه لا تأتمر لأي سلطة سياسية سواء السابقة وإن أتت سلطة سياسية قادمة حتى وإن تم تغير الشخص الموجودين بها الآن الدول الفاعلة كأمريكا وكبريطانيا لن تتدخر جهدا بأن تضع عملاء لها لكي تكون السيطرة والهيمنة السياسية والاقتصدية في أيديهم المرجو الآن إذا كان هناك إرادة دولية حقيا عليها أن تقوم بنزع السلاح من أمراء الميليشيات وأن تجلسهم على طاولة بدل مع أن تجلس جماعة لجند الستين وأن تجلس جماعة البرلمان مع مجلس الدولة عليها أن تجلس أطراف الصراع الحقين الفائلين على الأرض على طاولة واحدة ومن ثم عندما نصل إلى صياغة سياسية أو اتفاق سياسي اجتماعي أمني داخل هذه البلد يمكن لنا أو يتسنى لنا أن نذهب إلى خطوة أو خطوات أبعد من ذلك ولكن في ظل الوجود هذه النفاة السياسية الجاثمة على الليبيين والتي تأتمر بأوامر خارجية والذين رهنوا أنفسهم لكي يكونوا بيادق لهذه الدول داخل ليبيا هؤلاء لن ينتظر منهم خير وهؤلاء لن يتفقوا على كلمة سواء من أجل الليبيين وهؤلاء أصبحوا غير فاعلين حتى على الأرض على المجتمع الدولي وعلى الدول الفاعلة وإذ أرادوا حلا حقيا في ليبيا السيناريو الحقيقي والحوار الحقيقي أن يتم مع قادة الفصائل المسلحة المهيمة على عاصمة البلاد وأن تجلس على طاولة حوار سياسي ينزع أسلحتهم وكذلك تقديم الضمانات والتعادات لهم ومن ثم نبعث إلى أبعد من ذلك أما ما يدور في أروقة القاهرة أو تونس أو جنيف أو الأمم المتحدة أو مجلس الأمن هذا كله في اعتقادي إنما هو مضي على الوقت وإنما هو إطالة أمد الأزمة في ليبيا يعني اسمح لي أن نعود مرة أخرى إلى السيد عز يعني هو مضي على الوقت أم أن تغير الظرف الدولي يمكن أن يغير من معطيات الدول الكبرى وتوجهاتها نحو الملف الليبي وأن تكون مصلحتهم تكمن في حل للمشكلة الليبية شوف أخي الكريم بالرغم من دقة ما قاله الدكتور حسين إلا أننا لابد أن نسعى إلى تكتيفهم بالحبل اللي أعطوهونا هما لا يتحدثوا أن الانتخابات هي الحل المفروض نحن الليبيون نمسك بهذا الحبل ونكتفوهم به فعلاً وهنا على الشعب الليبي طالما أنه لا يريد أن يخرج في مظاهرات زلزالية لكي يسترد وطنه وسيادة دولته على الأقل على الشعب الليبي أن يعبئ نفسه الآن من أجل اختيار شخصيات مرموقة أشخاص قادرين فعلاً على إدارة برلمانية يمكنها فعلاً أن تخفف وإن لم تستطع أن تنهي كلياً كل هذا القرف الذي نعيشه سياسياً على كل المستويات بالتالي أعتقد أن هذه فرصة كبيرة للليبيين في أن يحسنوا الاختيار هذه المرة يعني مش معنى أن هذه الانتخابات مفروضة من واشنطن ولندن ومش معنى أن هذه الانتخابات هي وضع للعرب أمام الحصان لأن المفروض اللي يبدأ هو الخطوة الأولى هي جمع أمراء الحرب لما التقى أمراء الحرب في لبنان في الطائف لم تكن هناك حرب في بيروت كان هناك الهدوء عندما جمعت الولايات المتحدة أمراء الحرب البلقان في دايتو الأمريكية كانت سرايفو وكل المدن المحيطة كانت هادية اليوم أنظر هناك مفاوضات في القاهرة وترابلس على صفيح ساخن الآن تمت تحشيد ميليشيوي ضخم إذن من الذي يحكم الدولة؟ أولئك الذين يجلسون في فندق خمس نجوم ويمشون على السجاد الأحمر أم هؤلاء الذين يحرقون الناس ويحاصلون الشوارع والمدن والقرى والمدارس والمساجد بالدبابات هؤلاء هم من يجب أن يصنع بهم ولهم الحل حل سلام الشجعان اللي جرى في أكثر من ستة وخمسين دولة شهدت نزاعات مسلحة حول العالم كما قلت الآن علينا أن نركز كشعب على اختيارات جيدة في البرلمان وعلينا فعلا أن نحاول من خلال اختيارات دا للبرلمان القادم أن نجعل رجالا يعرفون تماما أن التعامل مع أمراء الحرب أن نزع السلاح أن نتفكيك الميليشيات أن إعادة الإدماج أن تبني برنامج DDR Disarmy from Demolization and Reintegration اللي تديره إدارة واحدة فقط على مستوى العالم وإدارة حفظ السلام يجب أن يكون هذا البرنامج في ليبيا بأسرع وقت ممكن هذا أعتقد أنه سيكون مضي على الوقت وأعتقد أنه سيكون ابتعاد كامل عن جوهر الأزمة شكرا جزيلا سيد عزيزي عقيل الكاتب والباحث السياسي اللي بيكنت معنا من تونس العاصمة وشكرا موصول إلى دكتور حسين الشارف أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة بنغازي كنت معنا من بنغازي في ليبيا اشتركوا في القناة